اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان على سير العمل في مركز القلب والأوعية الدموية وأقسام وعيادات المراكز الخاصة بعمليات القلب المفتوح وإجراء عمليات زراعة الكلة والأوعية الدموية والخدمات الطبية وتجهيزات اليارية لإفتتاح قسم الطوارئ القلبية بالمركز بالمحافظة وشدد المحافظ شمسان على سرعة إنجاز قسم الطوارئ القلبية مؤكدا دعم سلطة المحلية لهذا الصرح الطبي المتميز مشيدا بيهود الطاقم الطبية الذي يعمل بكفاءة وجدارة لاستقبال المرضى من كل المحافظات وتوفير تكاليف العمليات والسفر إلى الخارج من جانبه استعرض رئيس مركز القلب والأوعية الدموية دكتور أبو دراء الجندي استعرض الخدمات الطبية التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية لعدد 44 ألف مريضا أهمها إجراء 650 عملية قلب مفتوح بنجاح وكذلك 36 عملية زراعة تلكولا وإجراء 1391 عملية للأوعية الدموية بيهود من فريق من الأطباء والممرضات وأنه يجري العمل لافتتاح قسم الطوارئ القلبية ترجمة نانسي قنقر